استراتيجية الضغط الأقصى التي اتبعتها الولايات المتحدة الأمريكية ضد إيران بهدف إجبارها على تغيير سياستها فيما يتعلق بأسلحتها النووية وتدخلاتها الخارجية لم تؤتي أكلها حتى اليوم الرئيس الإيراني حسن روحاني أكد ذلك في تصريحته الأخيرة التي شكر فيها بعضا من دول الجوار التي لم يسمها على دعمها في التصدي للعقوبات الأمريكية إذن فإيران لا تزال بعيدة عن مرحلة التقاط الأنفاس التي وعدت بها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ودلالات ذلك كثيرة بحسب مجلة فورن بوليسي التي أوضحت في تقرير لها أن استراتيجية الضغط الأقصى على إيران ربما نجحت في تحقيق هدفها المتمثل في إلحاق الضرر بالاقتصاد الإيراني فقد تباط أقتصادها بشكل كبير وانخفضت عائداتها النفطية لكنها فشلت في تحقيق هدفها الأوسع المتمثل في تغيير السياسة الخارجية الإيرانية وتابعت المجلة أن العقوبات المالية تعد جزءا مهما من أي استراتيجية لمكافحة الإرهاب لكنها ليست كافية وكلما أسرعت إدارة ترامب في إدراك ذلك كلما أسرعت في إيقاف نفوذ إيران المتزايد فلا يمكن لهذه العقوبات المالية بحسب فورن بوليسي أن تؤثر على أهم جوانب العلاقات الإيرانية بالوكالة بما في ذلك التدريب والملاذات الآمنة ونقل الأسلحة والتقنية التي توفرها للميليشيات التي تدين لها بالولاء في الكثير من الدول كالعراق ولبنان واليمن وفي الوقت نفسه ومع انسحاب الولايات المتحدة من سوريا واستعادة نظام الأسد السيطرة على البلاد فأن طهران تتقدم ببطء نحو هدفها المتمثل في إقانة جسر بري يمتد عبر المنطقة وفي حال أصبح الحلم الإيراني حقيقة فستكون إيران قادرة على نقل الأسلحة والأفراد إلى ميليشياتها المتنامية ووكلائها أينما كانوا وبناء قواعد ومستودعات في جميع أنحاء المنطقة بحرية